الخيل لكل مشاهدين أجواء حارة بامتياز صيفية تبقى تعيش أغلب المناطق الشمالية للوطن خلال ظهيرة اليوم وهذا حسب التنبيع الذي أصدره الديوان الوطني للأرصاد الجوبية دائما يحدر من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 38 درجة تحت الضل طيلة نهار اليوم الأثنين وهذا على كل من من ولاية الجزائر العاصمة تيبازا غليزان شلف مستغانم عنابة عينتيموشنت ولاية لمسان عين الدفلة الطارف بومرداس وهران وولاية البوليدا وحسب النماذج الرقمية للرز الجوي فالكتلة الهوائية الحارة ستستمر على أغلب المناطق الشمالية للوطن إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل بتسجيل دائما درجات حرارة جد مرتفعة تتارى وحبين 35 إلى 36 درجة لعنابة جيجلسكيك دا الجزائر العاصمة البليدة أيضا على وهران عينتيموشنت ومستغانم كما نشوفه باللون الأحمر المناطق الداخلية أيضا ستقارب إن شاء الله في حدود 28 درجة للنعمة البيض ومشرية حوالي 38 درجة بعين الدفلة الجلفة وتيارد ستقارب 30 درجة مستغانم وعينتيموشنت كذلك بالنسبة إن شاء الله لمعسكر وتلمسان بين 30 إلى 36 درجة على تزيب 34 درجة خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله المطار في سوق هراس باتنا وخنشلة قسنطنا وأم البواقي ستقارب 33 درجة خلال ظهيرة اليوم أما درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال الفترة المسائية وتحديدا خلال ليلة اليوم ستكون منخفضة على المناطق الداخلية على العموم ستتراوح بين 8 إلى 10 درجات يعني كان الفرق فيما يخص درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال الظهيرة والدنيا المسجلة خلال الفترة المسائية الولايات الجنوبية تبقى دائما منخفضة أو في المعدل الفصلي يعني منخفضة مقارنة بالمناطق الشمالية فرح نسجلك على مقداس في حدود 35 درجة خلال ظهيرة اليوم بإنصالح برج باجي مختار وولايات أدرار بشار 28 درجة غر دعيا 26 درجة إليزي واجعنات وكذلك تامنراس بين 22 إلى 25 درجة أيضا الدنيا المسجلة خلال ليلة اليوم ستكون جد منخفضة على ولاية تامنراس إليزي واجعنات أيضا بإنامناس إذن ستقارب حوالي 7 درجات فقط الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة سرعتها تقارب 40 كم في الساعة ستكون مرفوقة دائما بتطيير زباب عراملية أما الوضعية الجوية فتبقى دائما مشمسة ومستقرة وهذا على أغلب ولايات الوطن توقعات حالة البحر سيكون هادئ على طول الشريط الساحلي الرياح لن تتعدى سرعة العشرين كم في الساعة رؤية متوسطة وعلو الأمواج سيقارب بين أقل من المتر إلى المتر الواحد على طول الشريط الساحلي إذا مشاهدين كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوية المتوقعة خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أسامة أشكركم جزيلا